الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قراءة في كتاب الأذكار للإمام زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رفر الله له ولشيخنا والاستامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله في باب النهي عن صمت يوم إلى الليل الخامس عن الحسن بن علي رضي الله عنه ما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رضيناه في الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن صحيح قوله يريبك بفتح لياء وضمها لغتان الفتح أشهر السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رويناه في كتاب الترمذي وابن ماجه وهو حسن السابع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رويناه في صحيحيهما الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رويناه صحيح مسلم التاسع حديث لا ضرر ولا ضرار رويناه في الموطأ برسلا وفي سنن الدار قطني وغيره من طرق متصلا وهو حسن العاشر عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا نبي الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رويناه في صحيح مسلم الحادي عشر أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاشتنبوا وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رويناه في الصحيحيهما الثاني عشر عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رويناه في كتاب ابن نماجة الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رويناه في صحيحيهما الرابع عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى وحسابهم على الله تعالى ورويناه في صحيحيهما الخامس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول مني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان روينه في صحيحيهما السادس عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هو حسن بهذا اللفظ وبعضه في الصحيحين السابع عشر عن وابصة ابن معبد الصحابي رضي الله عنه الفاظ العقود من أحد عشر إلى تسعة عشر يبنى على فتح الطرفين السابع عشر الخامس عاكد أحسن الله إليك شيخ السابع عشر عن وابصة ابن معبد الصحابي رضي الله عنه أنه آت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قال نعم فقال استفتي قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن روينه في مسندي أحمد والدارمي وغيرهما وفي صحيح مسلم عن النواس بن سبعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس الثامن عشر أن شداد بن أوسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته رويناه في صحيح مسلم والقتله بكسر أولها التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رويناه في صحيحيهما العشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب فردد مرالا قال لا تغضب رويناه في البخاري الحادي والعشرون عن عنابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها واسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث عنها رويناه في سنن الدار قطني الدار قطني بإسناد الحسن الثاني والعشرون عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لم أخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد أسلتهم رويناه في الترمذي وقال حسن صحيح وذروة سرأ السنام أعلاه وهي بكثر الدال وضمها وملاك الأمر بكسر الميم أي مخصوده الثالث والعشرون أن أبي ذر ومعاد رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقي الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ورويناه في الترمذي وقال حسن وفي بعض نسخه المعتمدة حسن صحيح الرابع والعشرون عن العرياض عن العرباض عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رويناه في سنن يبي داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الخامس والعشرون عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحق فاصنع ما شئت رويناه في البخاري السادس والعشرون عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رويناه في مسلم السابع والعشرون عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رويناه في مسلم قال العلماء هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو مطابق لقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال جمهور العلماء معنى الآية والحديث آمنوا والتزموا طاعة الله الثامن والعشرون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة وهو مشهور في صحيح مسلم وغيره التاسع والعشرون عن النعباث رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فاسألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رويناه في الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي بسيادة احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرقاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وفي آخره واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى هذا حديث عظيم الموقع الثلاثون وبه أختتمها واختتام الكتاب فنذكره بإسناد مستطرف ونسأل الله الكريم خاتمة الخير أخبرنا شيخنا الحافظ وأبو البقاء خالد بن يوسف بن أبو السي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو طالب عبد الله وأبو منصور يونس وأبو القاسم الحسين ابن هبة الله ابن سصر الحافظ وأبو يعلى حمزة وأبو الطاهر إسماعيل قالوا أخبرنا الحافظ وأبو القاسم علي بن الحسن وهو ابن عساكر قال أخبرنا الشريف وأبو القاسم علي بن إبراهيم ابن عباس الحسيني خطيب دمشق قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان قال أخبرنا أبو القاسم الفضل بن جعفر قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشبي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي در رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخراكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقا قلب رجل واحد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخراكم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس المخيط فيه غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه قال أبو مسهر قال سيد بن عبد العزيز إذا كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جث على ركبته هذا حديث صحيح قويناه في صحيح مسلم وغيره ورجال إسناده من إلا بذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنه وضارك فيهم ومنها ما اجتمل عليهم من البيان للقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها ولله الحمد والمنة روينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث هذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب وقد من الله الكريم فيه بما هو له أهل من الفوائد النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهماتها ومستجدات الحقائق ومطلوباتها ومن تفسير آيات من القرآن العزيز وبيان المراد بها ولا حديث الصحيحة وإيضاح مقافدها وبيان نكة من علوم الأسانيد ودقائق الفقه ومعاملات القلوب وغيرها والله المحمود على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى وله جلت عظمته المنة أنهداني لذلك أوفقني لجمعه ويسره علي وأعانني عليه ومن علي بإتمامه فله الحمد والإمتنان والفضل والطول والشكران وأنا راجم من فضل الله تعالى دعوة أخي لي صالحنا أن تفع بها تقربني إلى الله الكريم وانتفع مسلم راغب في الخير ببعض ما فيه أكون مساعدا له على العمل بمرضاك ويستودع الله الكريم اللطيف الرحيم مني ومن والدي ومن جميع أحبابنا وإخواننا ومن أحسن الله مني ومن والدي ومن جميع أحبابنا وإخواننا ومن أحسن إلينا وسائر المسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وجميع ما نعم الله تعالى بهنا وأسأله سبحانه وأجمعنا سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدهاد وتضرعوا إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب والجري على أثار ذوي البصائر والألباب إنه الكريم الواسع الوهاب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه متاب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلواته وسلامه الأطيبان الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين كلما ذكره الداكرون وغفل عنه الغافلون وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين وقال مصنفه أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله فرغت من جمعه في المحرم سنة سبع وستين وستماء سوى أحرف الحقتها بعد ذلك وأجزت روايته لجميع المسلمين كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن عبد العليم لطف الله به وعف عنه ووافق الفراغ ومعفق منه في صباح يوم الاثنين ثاني عشر بالحجة سنة تسع وثلاثين وسبع ماء بالقاهرة المحروسة ولله الحمد والفضل والمنى وهو السحسبنا ونعم الوكيل وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله عز وجل أن يسألنا الفراغ من هذا الكتاب المبارك ونسأل الله تبارك وتعالى أن أتقبل منه ومنكم وإني أجيزكم فيه بما أجازني به مشايخي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا عودا على طاعته استجدبا لمرضاته ونعوذ بالله من الرئيس والسمعة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم على عمان صالح وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله وأن يجعل أعمالنا كل خالصة لوجهه تبارك وتعالى مستجربة لمرضاته عز وجل وأن يجعلنا على الهدي وعلى الكتاب والسنة اللهم أن كان في كلامنا من خطأ أو نسيان أو رياء أو شبهة يا رب العالمين فنقها وتقبل خالصة لوجهك يا رب العالمين ومن كان منهم وافق للكتاب والسنة فمنك وحدك منة وفضلا وتكرما يا رب العالمين وما كان دون ذلك من أفسنا والشيطان والله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وسنة منها أبراء وإني أجيزكم بما أجاز نبيه مشايخ في هذا السفر المبارك وهو كتاب الأذكار يحيى بن شرف النواوي المتوفى سنة 76 و600 وهذا الكتاب انتهى منه سنة 67 و600 يعني قبل تسع سنين من وفاته رحمه الله وكان عمره في ذلك الوقت لمن تم من هذا الكتاب ستا وثلاثين سنة فبارك الله له في عمره وفي هذه التصانيف التي صنفها ونسأل الله عز وجل أن يقلبنا من هذه الدنيا على خير حال ومآل سبحانك الله وبحمدك أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك وتمت الإجازة وتحرير ذلك في ليلة الخميس لست خلون من شهر صفر لعام سنتي واربعين واربعمائة ألف من نية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ونكمل في مجالس قادمة وإلى هذا كان المنتهى وكان الختام والله عز وجل أجمعنا وإياكم في دروس عديدة ومجالس مديدة ونحن وإياكم في توحيد ودين وحياة سعيدة وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين